على صعيد المتصل أشهد رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري بالبطرياركية الأرثوذكسية وكافة الكنائس في الأراضي المقدسة لموقفها الداعم للوجود المسيحي في القدس ومجابهة كل التحديات التي تتعرض لها المدينة المقدسة من خلال سعي حكومة الاحتلال تغيير الواقع التاريخي والجغرافي للبلدة القديمة جاء ذلك خلال لقاء الوزير خوري غبطة البطريارك تيوفيلوس الثالث في مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان بحضور سيادة المطران خريستوفوروس مطراني الأردن للروم الأرثوذكس وأشهد خوري بالبيان الصادري مؤخرا عن البطرياركية الأرثوذكسية والذي طالب بإلزام حكومة الاحتلال بضمان حرية العبادة للجميع والتوقف عن وضع العقبات في الأعياد والاحتفالات الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء كما تناول اللقاء الحديث حول ترتيبات الاحتفال بعيد الفصح المجيد وأسبوع الألام المقدس وسط التحديات التي تواجهها المدينة المقدسة